طيب عاوز اروح بقى لجزئية تانية انت يا مرتضى قلت على خالد الغندور ها انك انت يا خالد كنت بتتزلل في التليفونات عشان اشغالك وعشان ازودك وازيع مكالماتك وكده طيب مزيدش مكالماته ليه هقولك انا الاتفاق والدير اللي حصل بينه وبين ولادك بمعرفتك انهو اقلهم خلاص ماشي انا هفتح لكم اشتملكوا ابو المعاط وعبد الناصر ماشي ولعب لعبة مع الخبيس خلال الايام الماضية لتشويهنا انا وانا وعبد الناصر لكن ربك يمهي الولايون فضحهم كلهم فضحهم كلهم ماشي وفضح اتصالاتهم ومكالماتهم بين اللي هنا وبين اللي في قطر ماشي وربك والمنطقة اعمل اللي انت عاوز تعمله احنا ناس مؤمنين بالله مؤمنين ان ما اصابك ما كان ليخطأك وما اخطأك ما كان ليصيبه طب خياد الغندور كان بيقول يعني ما عندوش قرامة خالص انه يطلع يدافع عن نفسه حتى 30 ثانية يقول اللي بقوله مرتضى ده غلط او 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 اي حاجة لا ما قدرش يفتح بقه ما قدرش يفتح بقه ليه عنه مكسورة مش زينا احنا الصاحب الحق عنه جمدا فاحنا عننا جمدا عندناش حاجة نخاف منها فهو ما قدرش يطلع يرد على اهانته ليه انه تعود على الاهانة سواء على التلفزيون او كذا لكن خالد الغندور كان بيزعم ان انا يعني القلوات ممنوعة تاخدني يا ابني القلوات كانت ممنوعة تاخدني وتستضفني عشان مرتوطة كانت بتصل يشتم ويهاجم ووقعت النهار بعد توقيل عقد معروف بس ملتاب من 2018 طب انا رجعت هات يا عم خالد يوم ما رجعت ظهرت في اقوى برنامج مع العلامي احمد حسان ميد ايه ردك كده بقيت انا كويس عندك يعني كده انت غيرت رأيك فيه طب اعاوز اشوف رجلتك كنت بتقول لو هم كويسين ولو هم كذا كان يصدر اطلاقه في القنوات انت نفسك نرد عليك نفسك نرد عليك ونعمل لك قيمة بس انا برد عليك في الجزئية دي ليه نفسك ارد عليك لان الشركة بتقل وغداك عملك يوتيوب عملا طلط مالوش مشاهدات ومالوش قبول والناس ما بتحبوش ومبعرفش يتكلم في اليوتيوب ولا عارف ثقافة اليوتيوب ولا لغة اليوتيوب وكلام من ده ده فن يا ابن وموهبة من عند المالك سبحانه وتعالى من عندي مالك الملوك الرحمن الرحيم ماشي فانت عمال عادت تشتم فينا وتخط فينا طب يا عم انا طلعت مع ميت كده بقى بقيت كويس عندك طب يا عم وفيه اطلع مع حد تاني الاسبوع الجاي ومكلمني اقول برضو بقيت انا كده كويس عندك يا خالد طب تقدر تقوله كده بقى ان انا بقيت كويس ولا انت عشان خايف من سيدك وتجراسك مرتضى احمد منصور واولاده تقولهم خلاص يا جماعة انا هنفخ لوك ابو المعطو عبد الناصر وخش معهم في عداء وكلام بالشكل ده انا يا ابني اللي عاوز يخش معك في عداء ولا مع غيرك انا قضيتي انتهت باسقاط مرتضى منصور خدت حقي ربنا صحة تعالى نصرني سواء في نادي الزمالك خروجه والمخالفات اللي كنا بقوا دراية صح او سواء في مجلس النواة انت متعرفش في حاجات يا ابني انت متفهماش لسه يعني صعبة تفهمها لانك انت بس بتبص على جزئي واحدة في الحياة وهي الامور المادية لكن في امور تانية انت متفهماش ومايفرقش معاني انا في اي مالك ماشي الحال فانت كنت بتقول لأ وكاني وماني وناس مش عارف ايه طب يا عام وما بتلعوش في القنوات طب انت عام كنت الاول بتعيرنا باليتيوب إيه اللي جبك ليتيوب طب كنت بتعيرنا שא� بتقولوا عيون ان احنا علينا ممنوعين من السفر وعلينا احكام قديرنا سفرنا وعندنا عروض تانية للسفر وابناصر عندو عرض في البحرين وعندنا عرض في سرطنة عمان وعندنا عرض في استوراليا وعندنا عرض في كندا لو وافقنا على كل عروض اللي عندنا مش هنقعد في القاهرة يوم بس أنا عاوز اوصل لك يا خالد انك بتفترع علينا وتظلمنا ولا عن نفسي يعني اظلم زي ما انت عاوز انت خلاص سقطت من حساباتي كواحد كنت عارفه يعني عاوز تشتميشت مش بعض اجتمة زي ما انت عاوز لا املك اللي حاسب الله نعمل وكيل فيك ينتقم منك من لا يغفر ولا يناق اعرف اردك وكويس يا خالد الله واعرف اقول اسماء مستعرة كتير جدا واعرف ابهدلك بس أنا مش حابب لانك انت ربنا صلت عليك نفسك والله العظيم ربنا صلت عليك نفسك انت ظلم نفسك وهتنك ظلم نفسك ليه لانك انت بعدت وفضلت بعدت عن دور يعني حتى المحب للزمالك واللي بقول رأيه واللي مع نفسه الى دور التابع لمرتدى منصور وانجال الى دور التابع بمرتدى منصور وانجال عموما انتقم منك ربنا يا مرتدى انت وكل من يساهم او يشارك في تشوه حسبنا الله وانعمل وكيل فيكم انتقم منكم من لا يغفر ولا ينام وانا يا مرتدى انا عاوزك تعمل فيديوهات كتير لاني بستمتع بازدال الخالق لك بازدال القهار لك بشوف الزل اللي انت فيه انت بقول سقطوني ليه ابعدوني ليه عملوني ليه طب كنت قولولي ما عاوز تمثل العيات ما جاتش معاك حط بصل على عينك كده وعيط وخالد الغندور الله يسهل لك يا ابن ينتقم منك ربنا خط فينا كما تجاء ورتب مؤامرات مع الخبيث كما تجاء وحاول تأذينك زي ما انت عاوز لا نملك اللي حسبنا الله ونعم الوكيل في خالد الغندور وكل خبيث وحقير ومنحط يتأمر علينا ويسيء لنا بتخش في الامور دي ده انا ما بحبش ارد عليك اصلا ولا بحب بعد يعني افرمك لانك اصلا مش في الحسابات انت الناس كلها كرهاك ومش طيقاك الناس كلها كرهاك ومش طيقاك حاول 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 تتصالح مع نفسك حاول تعتذر الناس حاول تعتذر حاول تفوق لنفسك ده محدش ده الكورونا في لحظة ربنا ننتقل منكو جميعا خلونا في الكورة بقى لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والولدين والغير عاوز اقول على حاجة حلوة قوي بكرة الزمالك هيلقبل اسماعيلي عاوز اقول لكو على قائمة الزمالك عودة فرجاني ساسي موسيقار وسط الملعب ومحمد عبدالغاني أمام الإسماعيلي مباراة مهمة ومباراة حاسمة بالنسبة للإسماعيلي الزمالك فايق وماشي كويس جدا لكن الإسماعيلي نتائجه سيئة للغاية فرجاني ساسي في القائمة القائمة ضمت ساسي طبعا ملعبش مباراة الزمالك اللي فاتت ضد الالتحاد السكندري بسبب الإقاف بعد تهرده أمام غزة المحلة أم حمد عبدالغاني عاد للقائمة بعدما خرج من الفيو براسة السكندري بسبب الإصابة في الوجه أمام المحلة التشكيل محمد أبو جبل معاه جنش اللي هو القائمة يعني محمود علاء عبدالغاني محمود حمد الوينش عبدالله جمعة أحمد فتوح حزم إمام حمدة المسلوس خلط الوسط فرجاني ساسي طريق حامد يوسف أباما حمد أشرف روقة إمام عشور أحمد سيد زيزوش الكبالة أشرف بن شرقي في الهجوم سيف الدين الجزيرة حميد أحداد مروان حمدي وهو مكسب كبير جدا لنادي الزمالك نتمنى له التوفيق إن شاء الله إيهاب جلال النهار أقول لكم الإسماعيلي برضو قائمة الإسماعيل إن الإسماعيل نادي كبير وقلع رياضية عظيمة نتمنى أن تعود إلى مستوى طبعا درجة البوسني هو لمسك الفرقة